ده عظم جدا الجملة الشهيرة انه هو احنا نعرف ندافع كويس يا كابتن محمد ونعرف نشتغل كويس دفاعين نخرج بكرة ازاي بص قبل من اتكلم على الدفاع احنا ندافع كويس او ندافع وحش احنا مميزين جدا جدا في الدفاع الجماعي لان انت عارف فيه فرق بين الدفاع الجماعي ودفاع فردي يعني كان عندنا مشكلة امير اهلها دلوقتي الواحد ضد واحد والواحد ضد اتنين مانيه عدى كتير جدا من ناحية خاصة في الشوت تاني اسماعيل اصار عدى كتير من فتوحه ومنها اتحرمنا من كرة من الوينش خد نظار تاني من في بمعه وكيف برضو واحد ضد واحد فاحنا عندنا مشاكل كتير جدا في الواحد ضد واحد لكن على المستوى الدفاع الجماعي احنا بنسبة 75-80% بنتعامل كويس زي ما امير قال لازم نقلل الفاولات اللي حاولين الثامنة عشر الجانبية لانهما مميزين جدا في الكرات العالية ولهذا يعني الراجل جاب علي جابري عشان طويل وموجود محمود علاء ياسر ابراهيم ما شاء الله لما نزل برضو وما حسناش بفرق كبير لما كان عبنين موجود نخرج بكرة ازاي هذه المشكلة بقى كريم يعني احنا لو جبنا الجن اللي جبنا هنلاقي ان فيه تواجد من عمر الصلاية هتلاقي تواجد من نيني على الثامنة عشر كان فيه تحول هجومي لازم يبقى فيه مساندة طالما بصة كريم انا في الاول وفي الاخر هملعبش حداشر شبح حداشر لعيب كرة وانا حداشر لعيب كرة او عشرة وعشرة وانا متواجد فيه يعني وانا متواجد معاك كرة لازم يبقى فيه بعد الاستحواز لازم يبقى فيه حركة من صلاح من تريزيجيه من مصطفى لعشان انا اعمل حلول لعيبة نص الملعب خاصة انني وعام رسولية لانهم عندهم حرية ان هم يزيدوا من ناحة اليمين او من ناحة الشمال يمكن حمد فتحي وليل جدا ان هو بيزيد ولكن انا اتمنى اتمنى من انني لما نوصل لمرحلة نص الملعب يمكن احنا بنعمل بلد أب من تحت كويس بنعمل بناء كويس بنكرة حتى الشناوي لما بيمس الكرة بقى فيه سيقرة كل ده مفيش مشكلة حتى الضغط الجماهيري برضه هم لعيبة كبار عمر لاعب كسعالم مرتين ولاعب قدام بيرن بيونيخ وقدام فرق كتير جدا فما اعتقدش ان هو هيبقى عنده مشكلة ان هو يقعد يلعب لغرا كتير فاتمنى ان شاء الله بيزيدنا لما يحصل تحول في التلت اللي هو بتاع نص الملعب يبقى دايما التمرير للجزء الامامي ده اللي هيعمل الفرق كبير جدا خاصة لما يهجمونا هيبقى فيه مساحات وخاصة ان صلاح ما بيشتغلش دلوقتي طولي لا بيشتغل بشكل كتري كويس بيشتغل بشكل طولي بيخلي الظاهر الايصر اللي عنده مش عارف هو يتحرك ازاي ومنها الجنة اللي جي لو شفنا صلاح متحرك كتري مش مش حرك طولي اتمنى ان شاء الله ان السلية والنيني وحمدي ان هما طالما وصلنا نص الملعب يلعبوا للخط الامامي اللي فيه مصطفى وتلزيجي ومحمد صلاح طيب اعوزنا جدا